بحاجتين أو تلاتة الحاجة الأولانية هذه المباراة شاهدت رقم قياسي في الفرص الفرص السهلة جدا العجيبة جدا الغريبة جدا من الفرقتين لقيت كتير من المحللين والمعلقين ومقدم البرامج بيعرضوا الفرص وهم بيتحكوا ومستمتعين بالكلام على الفرص اللي بتضيع وده فكرني الجلد اللي بيحصل للعبت الأهلي لما حد يضيع فرصة يعني فيه لعبة كتير الضغط اللي بيحصل عليها من استوديوهات التحليل ومن بعض المقدمين بيزيد فقدان السقة عندهم لقيت الناس بتتكلم باستمتاع وقرحية وسعادة وهي بتتكلم على أخطاء فادحة جدا لحارسي المرمى الاتنين في المباراة الشناوة وعواد تقريبا عملوا كل الأخطاء اللي ممكن يرتكبها أي حارس مرمى ولا حد وجه لهم للوم ولا حد لم ولا حد عتب ولا حد انتقد ولا حد قال أي حاجة كله راح في انبهار الفرص الكتير الضاعة وكأن الفرص ضاعت من الجمهور مش من لعبة في الملعب ومن لعبة دوليين بس زي ما قلتلكم لو نفس الميزان ونفس المعيار خدوا بالكنتوا نفس الأشخاص اللي عتدتوا كتير جدا جلد لعبة الأهل والضغط عليهم والتحميل عليهم وتصديرهم للجمهور وتسليمهم للرأي العام علشان ضايع فرصة أو اتنين برح الفرصة باش مهندس وأخطاء الحراس محدش وقف عندهم لا فرص سهلة جدا بعضها ويعني ويكاد يكون الجنب فاضي شوف تعال نرجع كده نشوف المباراة وظروفها من قبل المباراة ليه الناس شايفة ان المباراة دي كانت ملحمية وأنا شو واحد منهم على فكرة لأن كل المعطيات مستنية زماليح هيخسر كام ظروف مشاكل مدرب بديد لسه كابتن معتمد جمال وقررت بيقاف لعيبة ومش عارف ايه مستحقات ايه يعني الدنيا مش احسن حاجة وده الغريبة ان الموقف ده متكارب كل زمالك ميزيني اوي كده بوصل يعمل حاجة بره صياق بره صياق المناخ وكانت الصعبات بتخرج اللي انت بتقول عليه بقى الدوافع مباراة ينزل بيراميدي جيب جوب ويضيع جولن ثلاثة وبعدين الماتش وهو ماشي في سي غولن ثلاثة عشرة خمسطرة لا في الاول انا بكلم على الفترة الاولانية في الشيط الاولاني ايه وفجأة تبص تيه متغيرات تحصل في الماتشة ما اقولش ان الطرد يعني حصل حالة الطرد لا احمد توفيق لكن حالة الطرد دي زادت من سيطرة وخطورة بيراميديد بالعكس لما زمالك في الوقت القاتل وهنا بقى يعني الدراما تشتغل خلاص الوقت بيخلص وبيراميديز بيكاد يحتفل وبعدين فجأة يتعادل فتروح للاكس تروح لوقت اضافي والله العظيم انا كنت برا وبتابع في مكان وعند ركبت العربية وانا مروح ما صدقتش يعني ان الماتش خلص ثلاثة ثلاثة وروحت على ضربات الجزاء وتفرجت على الجوان لما تعادت ان اللي كان بيتقدم بيراميس بالسمراء اتعادل بيراميس جاله كم مرة يخلص المباراة كم مرة ما هو تقدم واحد صفر واثنين واحد وثلاثة اثنين واربعة ثلاثة في ضربات الجزاء يوم يخلص خمسة ثلاثة اخر ضربتين اربع فرص جاءته ان ياخد الكاس انه يصعد فاينل انه يصعد فاينل اصل فاينل اللي في مارس ده انت ناسي انت بتسألني اقول ايه اقول ايه الالف مارس اللي جاي لا لا في الدوري انا متكلم عن الدوري كنا بنكلم على صورة الالف الدوري في الدوري اه لكن فانا يعني ولكن يحسب لزمالك انه دائما يعود وانه حتى في ضربات الجزاء خلاص فاضل ضربتين فاضل ضربة لو جابها خلاص خلصت الليلة تقريبا كانت ولا لا 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 يخسر اخر ضربتين هنا الموضوع بيقول لك ايه بيقول لك ان الروح والقتال بتعود حاجات كتير جدا ايوا والروح والقتال للفرقتين ايوا اربع مرات يعود 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 ثم يفوش اه لذلك المباراة الدرامية تذكرني بنهاي الكأس مع فارق جواري اربعة ثلاثة اربعة ثلاثة بتاع الاهل الفرق الجواري في ايه اه ان اولا المباراة انتهت بنتيجة ان الاهل كسب لعب لضربات الجزاء اه ما ما وصلش لضربات الجزاء لضربات الجزاء وان الفرقتين كانوا كاملين يعني الفرقتين ما كانش فيه فرقة كاملة بتلعب فرقة نقص وان التقدم هزي المرة كان لزا يا مالك دائما هلالي بيتعادل ويكسب ويتعادل وعدين الزمالك يجيب ويتعادل الاهل وعدين يجيب ويتعادل الاهل ويفوز المباراة اللي زي دي بتظل في الزكرة لكن زي ما انت بتقول هي ايضا مليئة بالاخطاء لم يتوقف امامها احد لان الدراما بتاعة الماتش خلت الناس رايحة في سياق الدراما بقى مش هيتكلموا ع السالبياد دي كلها اللي انت بتقول عليه لا هو يعني يعني ياريت الناس تاخد بالها انه اللعيبة اللي بتضيع فرصة يا جماعة زروف ماتش يعني بلاش نضغط على اللعيبة لانه بالتأكيد انه كل واحد نفسه يسجل انت بتلاقي برا الكرة الناس هيا بتضيع فرصة بتضحك خلاص اصلا اي اي لقطة وخلصة ارجع اقول لك احنا بنقف من حاسب لا احنا بنحاسب مجد طلبة انه ضيع ضرب ضيع فرصة في كاس العالم هو حاول عليها فرجله بدل ما تتواجب يعني ايه ضيع ايه ضيع فرصة يعني مش عارف هو مش حاول عليها وطار ولعيبة برجله زي بركات في موتش الجزائر مش طار ولعيبة وجد في قسمة رجله خلاص هي لقطة عادة هي ضاعت الفرصة بس هما ضيعش اللي بيضيع فالي الجوني روح تطع هو تصرف غلط في لحظاتها انت مش فهمي يعني ضر الفرصة انما ضاعت الفرصة ما ضاعت الفرصة مش ضيع فرصة محدش عايز يضيع إلا سيئ النية اللي بيضيع ده سيئ النية إنما انما ضيع من واحد رجله تحطت غلط ما نبسيتش في توقيت غلط الكرة ساعتها لما يكون فيها الأولابة وتجيلي غير لما تبقى ستريت وفي سرعة مناسبة وحط رجلي فيها الدقة ما توقاش واحدة صحيح بس انت حطيت نقطة مهمة جدا الروح الروح لعبت زلالك هي اللي عوضت الفوارق الفنية والبدنية والتكتكية حقا كان ممكن زمالك يرم الفوطة بقى مرمهاش تمسك تمسك في وقت قالوا الأمل بعد الطرد كمان في وقت كمان بيراميد شعر الماتش سهل عليه فلم يعبق بالفرصة كتير اللي ضاعت لقيت كتير من جماهير الآلي أثناء الماتش وقل الإمام صديقنا على تويتر يقول لك أنا عايز الزمالك يكسب مين معايا لا دي حالة من قبل الموراة ليه لا زمالك كتير يعني أنا ما حبش أتعرض لها قوي جزء منها أن الناس متصورنا أن المنافس القوي السنة دي هو عيكون بيراميد لكن أنا أنا بقول لك رأيي لا الزمالك دائما في موجوده تبقى أخطر موجود مهما كان حالته والآله كذلك مهما كان حالته الآله هو بالنسبة لزمالك هذا الدربي دا الدربي لكن أنت كمان لما تشوف هو مصر عبارة جمهوره جور عبارة عن 99% منه متقسم بين فرقيتين حتى جمهير الأندير الأخرى فيعني الحالة العامة يعني يعني جمهور الآلي أنت بتتكلم على أن الزمالك دائما مباراية مع الآله أصعب خلينا بقى على طول كده أيوة أنا عارف أنت عايز تسمع دي أن في مشكلة بين الأهل والبيرامد ما كان ينبغي أن تقوم لكن موجودة والأهل مش سببها أيوة طبعا الأهل بيشتغل كرد فعل في الحدة دي استدرج لهذه المشكلة والتعامل حتى في هذه النقطة ما فيش حرص من اللي قدامك يعني النهاردة كان في وقت قبل هذا المجلس العلاقة سهيئة جدا بين بين الزمالك أي لكن في ناس جات حريصة أنها ترجع على علاقات حتى لمش هيحصل ده لكن أنت ترى الحرص أيوة واللي رحب بين نادي الأهلي وترى الترحيب من نادي الأهلي أنت أنت مش شايف ده يعني أنت فيه أزمة بينك وبين نادي ما بيحاول شيء ياخد منك أي مبادرة أو أنه يصلح أي شيء في علاقته بيك بالعكس التوتر دايما تصعيد ونيابات ومش عارف إيه ليه هو اللعيبة وخلافتها مش هتنتهي في الملاعب اللعيبة بتضرب بعض في شوفنا أكثر من الماتش الدحيل والنص ضرب خناقة لكن ده مش هيخلي الدنيا تروح في سياق نروح نعمل محاضر ونعمل التفاهم قصدي لأن الحرص أنا موجود أنا نادي موجود وعايز أكسب أرضية ما تبقاش بص مرار في أن أنا أبقى عمال بنكش في الأندية دي وبس في الزهل هو طبعا بدأ بالأهل لكن ودلوقتي حتى الماتش ده فيه برضو تحس إن كده خلق نوع من الجو فيه شكوى للتحكيم يعني شكوى من التحكيم لكنه كل واحد فيهم دي يا جماعة على فكرة ما هي برضو من العايزين عايزين مبارض عايزين المبادرات طيبة عشان العلاقات المشاوية يعني أنت كابتان أحمد شوبر سمعته في الراديو من وين الصبح هو ما فيش حاجة بين الأهل وبرامدز وجمهور لازم يفوت الحاجات دي هو ما فيش حاجة بين الأهل وبرامدز بأمرت ايه يعني باستمرار المناخ المحيط بمباراة الأهل وبرامدز الإداريين في برامدز حرصين على توتير الأجوال باستمرار قبل وبعض المباراة قبل المباراة ثم أثناء المباراة وبعد المباراة يوصلوها لإسم الشرطة لدرجة أنه حتى لما حسين الشحات يروح يعتذر للراجل ويبص على رأسه ويتم التطييم القطر يطلعوا الإداريين المصريين في برامدز هم اللي قولوا له لا يرجعون بالعمرة يرجعوه يروح ويعمل ويعمل محضر يبقى فين ثم الكلام بقى الدائم على أي لعب الأهل بيفوض ويجري برامدز الأهل هيدله خمسة هو هيدله خمسة وعشرين وأعتقد معروفة وتفاصيلها كتيرة الاتهام الدائم للتحكيم بأنه بيجامل الأهل وبنشوف باستمرار يعني أي مباراة للأهل وبرامدز شوفوا حجم الاعتراض على التحكيم وحجم التلقيح اللي بيحصل على الأهل مبارح والنهار ده حتى لما اتبع ردود الفعل عند برامدز كل الإداريين دول هم نفسهم ومنهم ناس كانوا ولاد النادي الأهلي وهم بيتكلموا بس بنبارك للزمالك وبنهن الزمالك والزمالك ملوش دعوة بس يعني التحكيم ما كانش ولابد يعني ما طلعتش منهم أبدا مع الأهلي أبدا عمرها ما طلعت بالروح دي مع النادي الأهلي وبعد كده يسألوا يعني نهيك عن سبب نشأة النادي وفكرة تأسيسه وأهدافه الكل يعلمها لكن حتى حتى اللحظة الإداريين اللي موجودين حارسين على أن الصورة تظل باستمرار في حال التوتر فماعتقدش أبدا جمهور الأهلي هو المتجنة على أنه يوصلها للمرحلة دي أنا بس عايز نقطة واحدة مش مدايقاني حتى حتى لو أنا شاف أن فيها تربص ومبالغة لكن دي ما ادقينيش أنه ينفسني على اللعبة مجال سوء مش مجال اللعيب اللي مش عايزني مع السلام صحيح خلاص وما توقفتش الدنيا وكملت أنت أحرص بطولات وكل حاجة ودي مش اللي هتخليني أن أنا أزعل من نادي هقول أنه هو عايز كده وشاف أن أنت المنافس الأقوى عايز يضعفك فيأخذ منك ماشي لكن ما توطرش بتصريحاتك ومواقفك وعدم قبولك أنك تهدي الأوضاع باستمرار الأجواء وتطلب من الناس أنها ما تشعرش بال على فكرة إذا كان الموقف آخر مباراة في الدورة السنة الفاتحة هو اللي حسن اللي شاهد في وجهة نظرهم خروج غير مقبول اعترف به الآلي قبل الآخرين وعاكم لعيبه ولعيبه اعتذر صحيح كتاباتا واعتذر في لحظة المباراة وقدم لعيب فقط شعوره وعاكمة بتصرف غير غير مزبوط وقبل العقوبات كلها الراجل ايه بقى لا أحسجينك لا أحعم ليه هنا الوضع مش طبيعي ايه وهنا العدم يعني لو لو أن الأمور طبيعية ها كنا توقفنا وطالبنا أنا بقى كقدر النادي اللي حزس اعتداء على لعيبه هطالب بأقصى العقوبات وكل حاجة وده حقي وكل حاجة لكن يتوقف الأمر عند المسالك الرياضية وإذا حدث اعتذار أقبله وصلح بين الأمور والرجل اللي اعتده عليه ياخد حقه زي ما حصل ولما حصل اعتاب الراجل ما أنكرش قال له بس انت شتمتني بكذا وكذا فقال له أنا برضو ما زعلش يعني أنا مسمعتش الألفاظ لكن كون واضح أن فيه ترضيات بين الاتنين بتتم ملكه شرير يعني بتعاملوا مع بعض اتنين واحد أخطأ وتاني رد فعله كان أكثر عنفا وأكثر وضوحا فشل الليلة العقلاء بيعملوا يرمموا لأن أنت نادي في مصر ونادي كبير وده الآن ونادي كبير من المهم أن تظل العلاقات في المستوى الفوقي فيها نوع من اللملمة مش الفرقة مش موجود ده لكن مش ده السبب الوحيد السبب برضو أن زمالك في الفطرة دي بيقدم لك إيده والله أثرت جدا في مشاعر جماهير الآله طبعا والآله لما أقدم إيده للزمالك أثرت كتير جدا في مشاعر الغلبية في البعض لسه عايز راجع الأمور إلى طبعتها مش إلى طبعتها إلى سابقها من التوتر لأن دي مصلحته كان لقيله دور مهم والدنيا متوترة اي مش حلق وزي ما قلت لك هتظل المنافسة بالقل والزمالك حيظل ياخدوا لعيبة لأن في ناس مثلا بتقول لك ما يتطفق القل والزمالك ما ياخدوش من بعض حلو مين الكسبان هنا بيرامد أي نادي تاني يأملك اللي عنده القوة شريال مش ضروري بيرامد اللي هو عنده القوة شريال أخرب اللي هو عايز ياخد لعيبة ويبدع منك يبقى بدون منافسة ياخدون بقى سعر وفي نفس الوقت أنا مش مطلوب كل العيب يحصل عليه خناقة في الآخر مش هتياخد أكتر من طاقتك أنت عندك قايمة ببراكزها مش هتجيب ساعة ما تستكمل اللعيبة مالية الدنيا أستاذ إبراهيم والله اللعيبة مالية الدنيا أنت بتنقي اللي يكمل معاك ويخلص في العطاء أدي إحنا شوفنا نموذك حي مبارح في لعيبة جات من بعيد اللي ساهم في مكسب زمالك ناصر منسي مكان بقاله مد ما لعبش مبعد فالقول لأ زمالك عنده عناصر والآله عنده عناصر حتى لو لجأ للنشرين حيلاقي عناصر تنصفه وعايزين الدنيا تمشي وأتمنى في لحظة ما يكون هناك ناس عقلاء تلم العلاقة بين فيرامد والآله لازم تتلم ما ينفعش يا أستاذ إبراهيم أنا ضد طيار الكرة طيار الكرة لاي أتمر نجاح في النهاية لأنه يخليك تتصرف بشكل مش طبيعي فلا أتمنى لنفسي لا أتمنى الغيري عشان برضو إحنا عندنا جميل نفسها بقى تستمتع بالكورة مش هنفضل عايشين ايه ده ايه ده طول نار تلقيح وملامة وتحفيل لا مش ممتع الوضع كده طيب هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نشوف ماذا بعد طي الصفحة الأولى